السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى فيديو جديد في هذا الفيديو أراجهكم كيفية عمل أوسلاند كرانكينج فرزي شارونج طبعا في عندك عدة خيارات للمكان اللي بدك تسوي فيه بس احنا راح نروح مع خيار الاد ات سي بتعمل الخيار أوسلاند كرانكينج فرزي شارونج طبعا صراحة انا صوت الفيديو في وقت سابق وقع بضيف الصوت في وقت لاحق عشان هيك بجوز يكون فيه اضطراب شوي بين الصورة والصول طبعا القصد انه حاليا نروح على الاوسلاند كرانكينج فرزي شارونج تبع الاد ات سي طبعا والنت كان بطيء شوي عشان هيك عم يطاول شوي حتى يحمل طبعا بس نفوت هون على خانة صفحة الاد ات سي طبعا احنا ما فينش تدعي نسوي اشي بس منروح على الصفحة تبع الاد ات سي وهون الخيارات موجودة هون بيقولك انه بس انه عمله خلال دقيقتين بس وهون بيقولك الميزات الموجودة اللي بتوقظها خلال عملك لكرانكينج فرزي شارونج انا صفحة انه طويلات شوي يعني بس القصد انه هاي الميزات اللي بتحصل عليها اذا عملت لأوسلاند كرانكينج فرزي شارونج طيب هون بيقولك مين اللي محمي بالهذا خيارين خيار الفاميليا يعني او العائلة وخيار الشخص الخيار العادي طبعا هون في عندك قوائم تختار منها في عندك بيزز طبعا كل ما زاد خيار الدفع كل ما زاد في اعساس الميزات الموجودة وما حطينا كورا الخيارات الموجودة مثلا هون بيقولك كوستن روكشتاتنج بس سوى 10.000 تاوزن يعني انه خيار لعادة المصاري حتى 10.000 يوروب طيب هون طبعا البيزز يعني تكون اقل شي فان انت باخذ 13 يوروب السنة تقريبا الاكثر شي هي اللي فيها تقريبا كل الميزات طيب هون بيقولك مين اللي بيشمل التأمين ومين اللي ما بيشمل لش التأمين طيب احنا يعني في معامات كثيرة صراحة نظر ندراها بدنا وقت طويل فعشان هيك لا راح نروح نشمل على الاوسان كران كنفزة شرونك طبعا الادية ااتسية طيب هون حاطي لكم 11 يوروب 90 بالسنة طبعا صراحة بيدي عملوا لعيلتي مش الي يعني يعني الي والعيلتي يعني عشان هيك راح اختار ايش طبعا لازم هون تحط شوه تاريخ الميلاد بس مشكلة حاليا انني انا مصور بشكل عرضي فعشان هيك بطلع يعني بيغطى على تاريخ الميلاد هون بيقول لكم انه لديش تاريخ الميلاد تبعك هون ايه لقي بورس داتم بدك تحط تاريخ الميلاد طبعا هو كان 13.90 عساس يمكن انه بس صار اربعة شي فاستل سعين عشان نشوه فاميليا طيب هاي بيقول لكم الباقات الموجودة تبعهم طبعا انت بدك تختار التاريخ امت بدايك التأمين بس ام اعطوكم انه مثلا ان اعملت اليوم ببداية الساعة 12 لبكرة بيبلش طبعا كان عندي حساب على الاتصال يعني اجيت اعملوا بس المشكلة ان الناس المعلومات كليات تبعت التسجيل فعشان هيك ضاعت شوية توقيتون وانني احاول التسجيل الدخول ومامشيش لحال اخر شي كنت عندهم عامل حساب هالزمنات وكان عندي ايميل بس الايميل ما زبطش يعني ما عارفش سجل دخول فانسيه طيب هون معلومات الشخصية بقولك بريزوريش هاداتا بقولك ار ريدة ما ريدة بمعنى المتحدث طبعا بس كتنبيه اني صراحة يعني زوجي لمسافرة يعني كان مفترض اني احطوه باسم زوجتي بس اني حطيتو باسمي عساس انه اسمي واسم عيلتي يعني بتوقع اذا كان يعني اذا كان شخص غيرك مسافرة تحطوه باسمه احسن لانه يعني راح يكون التأمين باسمه اين يعني راح يكون اسهل التعامل اما اني حطيتو باسم يعني ومعنى زوجتي مسافرة بس ما فيش مشكلة طيب اول شي فورنامى يعني فورنامى الاسم الاول طيب صراحة ان اضطرت اقلبه عرضي او طولي عفا لانه مش ضابط شيء او طوليا طيب اول من الاسم الاول يعني فورنامى الاسم الاول بعدين ناخنامى الاسم الاخير بعدين منتقليد نومر بس حطي لكم منتقليد نومر اوبشنال يعني هذا خيار اه يعني مش اجباري خيار خياري اوبشنال يعني فيك تحطوه فيك ما تحطوه طبعا اذا كنت عندهم الافضل انك تحطوه هنا شان يعرفو مين انت بعدين العنوان بوس لايتسال اشتراس النومر وقم الشارع بعدين بوس لايتسال الرمز البريدي بعدين الايميل تبعك بعدين الرقم التليفون طبعا هم رقم التليفون تحط اول شي تثخانات يعني اول تثخانات من الرقم تبعك يعني 0172 أو 0163 أو 015 بالخائنة الباقية بتحط اه تتمت الرقم طيب هم او يعني معلومات اتصاب البنك طبعا عندك تحط الايبان الايبان هو الرقم الطويل هذا البيجي او وجله بعدين هو عبارة عن اربعة عشر خانة يعني لازم تحطوه اياه هون حتى يقدروا ما يسحبوا مصاري من الحساب تباك يعني يعطينا خيار ايبان صحيح طبعا هم في حال كان الشخص اللي بدي يدفع غير الشخص المؤمن يعني اذا مثلا انت بدك تدفع بس زوجتك اللي بدي تستافر فيك تحط الايبان بعدين تحط اسم الشخص اللي بدي يدفع طبعا هم انت تقوله بانه قريت ووافقت على كل شي فيك تختار السعال اما عن طريق الايميل او عن طريق البريد طبعا الايميل لازم تكرتك تحطوهم الايميل مرة ثانية ايميل وايميل في دارهم طبعا اثم انتوا شايفين اخر شي صار الخيار خمس عشر فاصل تسعين يعني اواش كان ثلاثة عشر بعدين صار خمس عشر فاصل تسعين بس يعني هون خيار سنوي يعني طيب هم يقولك في الانتراك نقولك شكرا لي يعني ثقتك فينا راح نرسلك المعلومات ورح نعمل على المعلومات نرسلك الرد اليك في وقت لاحق هون فيك تشوف المعلومات مراد اتراجعها مرة ثانية المتقليد نومر ورقم العضوية تباك في الـ ADAC بعدين امت بيبلش يعني قلت لكم اني مثلا سويت في ساعة 9 بالليل بس ببلش هو مساعد ما عش بالليل ثاني يوم يعني طيب بعدين الـ E-BAN بعدين الـ CONTO ENHAUER هون البشتكيق من دروكن هو بس عبارة عن تأكيد انك عملت تأمين عنهم يعني بس انه مفيش اكثر من هيك هذا بس عبارة عن تأكيد وليش هذا التأمين يعني بس فيك انت يعني انك كنت محتاجه للسفارة التركية مثلا ترفع لهم اياها انه عبارة عن انك اكدت التأمين الصحي طبعا يفترض انه هذا شامل للكورونا اساسا يعني طيب يعني سويته هذا تقريبا في 14 تسعة يعني بعد يومين ايجان البريد سورتكم البريد البريد يعني صراحة يعني بعد ما عملت تسجيل يعني على الـ ADAC بعد كم يوم والدولي الـ ADAC هي مستندات تبعهم طبعا ودولي الياهم ببريفين او يعني بظرفين بريد بس مشكلة كان في اوراق كثيرة يعني طراحة عشان هيك راح تكون المكان معدوك شوي مقاصد هاي بدولي الياها اذا بك ترجع تودينهم اشي اذا بك ترجع تودينهم اشي احساهم يعني بتحط اشي يوم متودين هنا طيب هاي هاي هون عندك اول مستند هما اعطي لي اني اوقع هون صراحة يعني والتاريخ بس يعني هما سحبوا من حسابي يعني سابوري بحطيكم صورة هون انهم ساحبين من حسابي ميش فاهم انا وصراحة لانيش بدهم انه انهم يسحبوا يعني بدهم تفويض مني حتى يسحووا لانهم ساحبوا من حسابي يعني عم بحط لكم صورة هون يمتسحبين مني طيب هاي اول مستند من ستناع جنب المستند الثاني هاي بس كأنه انه التقينا طلبك ونحن ساعدين بهذه السباب طيب هون الثالث هاي عفوا هون التقينا طلبك هاي شو هاي كمان نفس الشي هاي اقول لك او سكراند فرنش اه شوتس طيب هون بعض يعني كل هاي مستندات تكميلية فيك تقول يعني ما فيش شي مهم صراحة بس هاي اهم شي يعني هاي يعني الوثيقة التأمين تبعك هاي اسم الاسم تبعك راح يكون هو هون بقول لك هون شو اسمه نيمر او يعني انت الشخص اللي ماخذ التأمين وهون المتقلي النومر العضوية بقول لك المنتج اللي اخذت منهم هو طبع مثل ما قلت لكم المفترض انه شو انه متضمن الكوروني يعني فيس حال لا قدر الله حد اصاب كورونا فمفترض انهم يتكفلوا هيا طيب وهون هون السحب اللي بدي مسحبه منك صراحة بس ما فهمتش يعني ستة يورو فاصل ثمانتاسر سنت ليش بديم راجع ليها ما فهمتش صراحة يعني مصاحبين نسعة عشر باطل نينسو سعبين يعني المبلغ الاجمالي كان خمسة عشرين فاصل نسعين بس اخر شي راح يستبع سعشر باطل نينسو سعين بس ما فهمتش ليش ستة يورو فاصل ثمانتاسر راح راجع ليها طيب بس كتنبيه ثاني في حال يعني لا قدر الله يعني حد اصابه مرض يعني واحتاج التأمين فالمفروض انك اول شي تتواصل مع الادية اتسيه يعني مش انك تروح المشفى و تقولهم الله عندي تأمين الادية اتسيه يعني انك تحطم تحت الامر الواقع لازم تتواصل مع الادية اتسيه و يقولك نروح المكان الفناني مثلا يعني في اي بلد كنت طبعا هو يفترض انه يشمل معظم البلاد بس يعني مثل سوريا مثلا ممكن ما يكونش فيها اساسا القصد انه قبل ما تروحوا على المشفى يعني او يعني حلال لا قدر الله يعني صارت حالة انه تستدعي المشفى لازم تتواصل اول شي مع الادية اتسيه يقولون اني عندي تأمين فهم ما بقولك انه روح المكان الفناني مثلا انه هذا انه احنا منتحرك عنه مش انك تروح على مكان مثلا تحطم تحت الامر الواقع فهون ساعته مش رح يتفعلك ولا يسألك شي طيب بتوقع هايش خلصنا كرشي وقلت لكم اني سحب مني 25 بدون موادين متوفيضها فيفتغض اني موادين موشيها مش اعرف ليش صراحة وهون بعض المعلومات عن الاوسلاند هاي اه ادي اتسي اوسلاند رانكنشوتس بيسس طيب قلت لكم انه في ثلاث باقات يعني فعني اخترت ادنى باقة صراحة طيب رح وقف الفيديو هون ودعجة تنسى الاشتراك في القناة شكرا متعبسوا عنكم اشتركوا في القناة